وصلنا إلى محطتنا اللي حنتعرف فيه على أهم استفسارات المواطنين وأهم النقاط الواردة من طبعا المواطن بخصوص عدد من المواضيع التي تعنى بها وزارة التنمية الإدارية طبعا الجميع ينتظر توضيحات عن المسابقة المطروحة لنتعرف عليها أكيد مع ضيفنا الاستاذ أحمد الملحان عضو اللجنة المركزية بالإشراف على إجراءات المسابقة ليجاوبنا على أهم هالاستفسارات سيد سباحك وأهلا وسهلا فيك سيد سيد سباحك وأهلا وسهلا فيك سيد سيد سباحك وأهلا وسهلا فيك استاذ أحمد الكثير والاستفسارات كثير سنبدأ فيها والبداية أكيد نحن استعتنا بموجة كورونا والسؤال الأشخاص اللي حابين يتقدموا للمسابقة المركزية لازم يكونوا أخذين لقاح كورونا لا موضوع لقاح كورونا لم يتضمن الإعلان أما حول الإجراءات فكل محافظة لديها إجراءات خاصة بموضوع دخول المتسابقين أما يفضل أقل شيء أن يكون متخذ الإجراءات الاحتياطية وخاصة الموضوع الكمامة أما موضوع لقاح كورونا لم يتضمن لا الإعلان ولا أي تعليمات تتضمن وجوب الحصول على لقاح كورونا بالنسبة يمكن للمسابقات الخاصة أيضا بوزارة السياحة الصحة والموارد المائية هل توقفت رسميا؟ موضوع المسابقات جميع المسابقات التي كانت ملعنة عنها سابقا توقفت والآن أصبح لدي مسابقة منظمة موجة بقرار مجزرة رقم 81 لعام 2020 وقرار وزارة التنمية رقم 7 إذا هذه المسابقات توقفت بحكم موجود مسابقات جديدة المسابقة المركزية التي تعتبرها المرة الأولى التي تجرى فيها مسابقة مركزية على هذا المستوى وفي ظروف تقريبا وفق إجراءات جديدة هذه الإجراءات الجديدة لم تكن تضمنها المسابقات السابقة إذن توقفت جميع المسابقات السابقة نعم خلالي نسأل حضرتك الموظف الدائم بحق له يتقدم للمسابقة طبعا بعد موافقة الجهات المعنية وبحال هو تقدم يترى بيخسر ترفيعه أو إذا ما نجح بيقدر يرجع على وضعه السابق بالنسبة للموظف الدائم أجاز القانون الأساسي العامين في الدولة إمكانية تقدم للمسابقة للموظف الدائم شريطة حصول على موافقة الجهة العامة أما متى يلجأ الموظف الدائم إلى التقدم المسابقة جيدا عنده موظف فئة تانية يحمل إجازة جامعية وجد فرصة عمل إجازة جامعية يتقدم على الإجازة الجامعية إنما عندما هذا الموظف عندما ينجح في المسابقة سيعين في بدء التعيين لا علاقة للترفيعات إنما تبقى الخدمة محسوبة الخدمة السابقة إنما يبدأ بحياة وظيفية حسب الفئة الوظيفية وبيأجر هذه الفئة ولا يحتفظ بالترفيعات السابقة لهم طيب يمكن كمان هنا الكل يسأل ليش تم حذف درجة تفضيلية للفئة الأولى والتانية وبس خليتوا الفئة التالتة والرابعة أي درجات توضيحية تفضيلية للفئة الأولى والتانية لا يوجد درجات تفضيلية تم حذفها الدرجات تفضيلية لجميع الفئات للفئة الأولى هناك درجة تفضيلية لحملت الدكتوراه خمس درجات هناك درجة تفضيلية لحملت الماجستير هذه بالنسبة للفئة الأولى أما الدرجات التفضيلية التي أعطيت لجميع الفئات هي الخدمة العسكرية من أدى الخدمة العسكرية من درجة تفضيلية عن كل سنة من سنوات الخدمة بما لا تجاوز عشر درجات ذوي الشهداء المرسوم ستة وتلاتين عشر درجات الأخوة الأخوات ست درجات هذه الدرجات التفضيلة تم منحت للجميع أي لا يوجد لدي درجات تم أقراره وحذفها نعم طبعا كمان بدأنا سأل حضرتك عن العقود السنوية بالمسابقة يلي بتقدم لمركز عمل تعاقد عقود سنوية يعني هو مانه بأمان وظيفي ممكن ينفسخ عقده هل هو بحاجة كل سنة لا يرجع يتقدم للمسابقة؟ أولا هي بالنسبة لمؤسسة العقود هو دائما التعاقد في القانون الأساسي على أعمال مؤقتة بطبيعتها لا يجد التعاقد على وظائف واردة في الملاك أو مسماة في الملاك والعقود هي دائما عقود سنوية تنتهي بانتهاء السنة ما لم تمدد إذن المخافة التي تطرح على التواصل الاجتماعي ليست في محلها بانه اذا ما نجحت ينهى عقدي انا اذا ما ما هو ما تصير متعاقدين اجاز القرار للعامل الدائم والمتعاقد التقدم للمسابقة والاختبار مثل نص يمنع شريطة حصولي على موافقة الجهة العامة طب اذا ما عطتوا الجهة العامة موافقة؟ اذا ما عطتوا الجهة العامة الأمر جوازي يعود للجهة العامة يعود للجهة العامة أما لا خوف على المتعاقدين أنه أنا إذا ما نجحت بالمسابقة أو ما تعينت لم يجب هذا المسابقة إنها عاقدي لا يوجد أي مستند لهذا الكلام نعم طيب خبرنا يمكن كمان الاحتجاجات الخاصة للجهات العامة حسراً كانت عن طريقة تليجرام يعني مشان يعرفوا عن المسابقة لطرحتها وزارة التنمية الإدارية لماذا عنده تليجرام؟ شو العمل؟ يعني ما فكرتوا بهي الحلول؟ الموضوع الآن كيف تم تحديد الاحتياجات؟ تحديد الاحتياجات تم عن طريق الجهات العامة الجهات العامة معروفة هي جهات مركزية وجهات فرعية عمسة والمحافظات وتم التركيز كل محافظة تحدد احتياجاتها بالنسبة للمحافظة الآن حتى الاحتياجات ومراكز العمل وضعت على برنامج تليجرام وزارة التنمية الإدارية فبإمكان أي شخص اليوم أنا تسائل اليوم هل يوجد شخص ليس لديه جهاز هاتف محمول؟ لم يكن لديه أخوته، جيرانه، أقاربه فبالإمكان طريقة الوصول إلى المعلومة سهلة جدا لأنني أرغب التقدم إلى محافظة حلب أدخل إلى موقع الوزارة محافظة حلب أنا الآن أحمل إجازة جامعية أدخل إلى الفئة الأولى حتى الفئة الأولى مكتوب تعيين دائم وتعيين مؤقت ثم أدخل إلى نوع الإجازة التي أحملها فإذن أنا عندي ربما مشكلة بالفئات المتدنية أي الفئات الخامسة أو الفئة الرابعة أي هم الفئة الخامسة والفئة الرابعة بإمكانه من خلال جيرانه أثنين موضوع التقدم هناك مدة شهر تقريبا يعني أنا موضوع أنه أنا جميع المتراغبين بيتقدم نفس اليوم هذا فيه صعوبة فبإمكان من خلال أما أنه أنا ورقيا صعب لأنه الاحتياجات ومراكز العمل آلاف الصفحات بكل محافظة لأنه كل مركز عمل له بطاقة وصف فبإمكان العودة من خلال أخوه من خلال جيرانه والأفضل نصيحة لمتسابقين يعني أنا نصيحة للمتسابق أن يحدد اختياره قبل القدوم إلى مركز استقبال الطلبات يعني أنا يفضل مخال أخوه من خلال يعني مثلا نحن عندنا نظام ألبونات بالهيئة العامة المزعى والتلفزيون هل يحق لهم التقدم للمسابقة لكل عام يسأل جميع المواطنين السورية ومن في حكم يحق لهم التقدم إلا الأفضلية بالتثبيت لا يوجد لدي أفضلية مع أفضلية يوجد لدي درجات تفضيلية درجات تفضيلية لا يوجد لدي أفضلية درجات تفضيلية والآن من الموضوع اسلوب المسابق الجديد يختلف عن الأسلال المتبعة سابقا شو الاختلاف؟ خليه موضح أكتر أنا الآن الاختلاف أولا المتقدم يختار ثلاث مراكز عمل لم يكن سابقا ذلك ثلاث مراكز عمل أنا أحمل الثانوية العامة الفرع العلمي وأرغب التعيين في محافظة حمص أدخل على الفئة التانية لمحافظة حمص أجد أن هناك احتياج لعدلية القصير وأن هناك احتياج لمالية حمص على الفئة التانية وهناك مركز عمل إلي وليكن بوزارة تيارة ديق حميات المستهلك أتقدم على ثلاث مراكز ويتقدم لهذا المراكز العديد كل مركز مطلوب له عدد محدد من الموظفين الآن سيتم الفرز يأخذ الأعلى علامة أنا قدمت ثلاث مراكز المركز أولا لم يوفق لم أخذ آخر ينزل ترتيبي على المركز الثاني ما توفقت ينزل ترتيبي على المركز الثالث إذن الآن لا يوجد لدي كما يقال نجاح ورسوب سيتم أخذ الأعلى علامة حسب المراكز المتقدم المتقدم إليها المتسابقة طب بلك في شخص هو بده منصب معين فقط يعني يبدو يقدم على رغبة وحدة لا يجوز لا يجوز لا يجوز التقدم أقل مثل مراكز ولا أكثر من مراكز بالعكس هي هذا الموضوع يساعد المتسابق يعني اليوم أنا حتى حددنا بالإحتياجات الجهة الفرعية الجهة الرئيسية والفرعية ومكان العمل وبطاقة الوصف حتى على مستوى الدائرة والشعبة يعني من يتقدم يعرف إذا نجح سيأتي إلى هذا العمل بالذات نعم طيب كمان في سؤال يعني اللي بيشوف مراكز عمل في بعض الجهات الفرص فيها قليلة جدا يعني في مراكز طالبة فرصة وحدة أو اثنين أو ثلاثة معناته ممكن نشهد نحن فائد بالطلبات كيف رح تتعامل مع وزارة التنمية الإدارية اليوم أنا موضوع الفائد اليوم أنا عندي مراكز عمل يعني موضوع الفائد ما فينا نحك فيه اليوم لأنه لا نعرف كيف سيتم معالجة الفائد والموضوع أنه أنا مدام أنا قدمت على ثلاثة مراكز عمل فسيكون هناك صعوبة أتوقع في توزيع الفائد على مراكز عمل لا تتوافق وشهادة المتقدم لأنه كل مركز عمل له شروط من حيث الشهادة والاختصاص فهناك سيكون صعوبة بعدا سيتم هناك مسابقات سنوية دائماً حتكون مركزية يعني المواضن يمكن عم يستفسر يتعوض عن نمط معين من المسابقات لكل وزارة شو هدفكم من إنشاء هالمسابقة المركزية؟ شو كان الهدف الأساسي مننا وخاصة أنه عندك مكثير من الشباب الأكاديمين اللي طالعين كمان من الجامعات فكيف رح تتعاملوا مع سوق العمل؟ اليوم موضوع هل هذه المسابقة أثرت على فرص العمل لم تأثر على فرص العمل بالعكس يعني الاحتياجات تمت وفق الدراسات دقيقة من قبل الجهات العامة أما ما كان يتم سابقاً ولو حكينا عن عام 2009 أو 2008 أنا باعتباري وكل جهاز منذ أكثر من 15 عاماً أنه كان سابقاً في العام يتم أكثر من 100 مسابقة أو اختبار أو 200 مسابقة أحياناً نجري مسابقة لتعيين الشخص واحد فكانت هناك صعوبة هل مسابقة لتعيين الشخص أفضل ولا مسابقة مركزية واحدة؟ أولاً حددنا الاحتياجات تركنا الاختيار للمتسابق يختار مراكز العامة التي تتناسب وشهادته ويقامته أحياناً أو مصلحته أنا أرغب في التعيين في وزارة العدل لا أرغب في التعيين في وزارة أخرى أما موضوع وفرت توفير مالي كبير جداً وتوفير جهد يعني كان متسابق أحياناً يتقدم بأكثر مسابقة في العام يسمع فيه مسابقة في محافظة السوداء يقدم عليه فلا المسابقات المركزية أكثر بالعكس أعدالة وأسهل إجراءات وأكثر فرص عمل فيها أصلاً نعم خلينا كمان نرجع نأكد عن معلومة مكان التقديم للراغبين شخص حابه يقدم على شاغر ونفرض بحمى وهو يعايش بالشام هذا بيستلزم يسافر على حمى ليقدم ولا فيه يقدم من الشام يقول الشاغر بدياب بحمى الآن لجان استلام الطلبات طبعاً احنا أتكلم كعضو في اللجنة وليس كوزار التنمية زمناني فوزار التنمية قدموا جهود جبارة صراحة يعني عملوا ورشات عمل عملوا دورة لمن يستقبل الطلبات لمدة يوم كيف يتم إدخال الطلبات كيف يتم التدقيق في الاحتياجات كيف يتم كيف يتم موضوع الآن مراكز العمل تم توزيعها حسب كل محافظة فلا تستطيع محافظة ريف دمشق أن تعرف مراكز العمل موجودة فيها محافظة حمى إذن التقدم بنفس المحافظة التي يرغب التعيين بالنهاية طب يمكن حضرتك عندك خبرة بالمسابعة المركزية شو أهم التوجيهات أو النصائح أو الملاحظات تحب تقدمها لكل مين حابب يتقدم لهي المسابعة المركزية الملاحظات أو النصائح دائما المتسابقة يعني أنا مشكلتي اليوم مشكلتي بدنا لابد من تعاون هاي مسابقة كبيرة جداً هاي المسابقة على مستوى البقاء الجغرافي للوطن أتمنى يعني أنه يكون هناك تعاون ما بين المتسابق والليجال استلام الطلبات لنحية الازدحام لنحية عدم إشغال لجال استلام الطلبات بتفسيرات لا علاقة لهم بها لجال استلام الطلبات لديهم مراكز العمل ولديهم بطاقات الوصف الوظيفي وشروط إشغال هذه ليس لديهم أكثر من ذلك أما لا أتي وأسأله لماذا ما حددت ولماذا فيفضل أنه أن يكون مطلع على مراكز العمل ومطلع على الاحتياجات وعدد مراكز العمل لكل وظيفة طبعاً اليوم هناك مراكز العمل تحتاج موظف فاهد وهناك مراكز العمل تحتاج عدد من الموظفين الثاني يجب أن يميز المتسابق بين التعيين الدائم والمؤقت والاستخدام المؤقت يعني يفضل أنه أنا بختار هل أنا بدي تعيين دائم ولا مؤقت فيختار العمل الذي يرغبه يفضل أنه يكون عنده وعي همشي يكون عنده وعي على أي مركز عمل يتقدم إليه نعم خلينا نسأل حضرتك عن شرط العمر اللي تم اختياره وأيضاً موضوع العساكر كمان يمكن أن يكون هناك أشخاص قدوا الخدمة الإلزامية لسنوات طويلة فتسرحوا هم بعمر كبير كمان كيف عالت هذه النقطة؟ لم يحدد في الإعلان أي شرط لشرط العمر فمقبول التقدم بجميع العمل باستثناء بعض الأعمال مراكز العمل أو الوظائف ذات الطبيعة الخاصة مثل جنود الأطفاء والسائقين حيث نعود إلى القوانين النظمة اللي عمل جنود الأطفاء بما يجاوز 35 عاماً أما إذا لا يجد شرط خاصة فلا يجد تحديد لموضوع العمر لا يجد أي تحديد لموضوع العمر نعم طب والمؤجلة دراسياً بيحق له التقدم؟ لا يحق له التقدم؟ التقدم لمن أدى الخدمة العسكرية أو الموجود في الخدمة أو المعفي منها سواء إعفاء صحي أو وحيد نعم أولا المسموه نعم نعم خلينا نرجع كمان بموضوع العسكر اللي هنون قائمين بعضهم على رأس عملهم بحاجة بيان وضع من بقدموا هاي البرأة للجهة المعنية للمحافظة ولا ولا وزارة التنمية الإدارية؟ لا لا ليس وزارة التنمية الإدارية موضوع الأخر الموجودين في الخدمة أو الإدارية للخدمة هي وثيقة تقدم مع طلب الاشتراك نعم للجنة استلام الطلبات لا علاقة لها من ضمن الأوراق السبوتية لأن هناك علامة الظلية على مدد الخدمة العسكرية إذن تقدم إلى لجنة استلام الطلبات نعم أيضا هل يجوز الجمع بين شاغرين بنفس المحافظة؟ شاغرين؟ يجوز نحن الآن نتكلم عن مركز عمل هو ليس الشاغر يجوز الجمع بين ثلاث مراكز عمل وليس شاغريا تمام بين ثلاث مراكز عمل شرط أن تكون هذه المراكز تتوافق والمؤهل العلمي أو الاختصاص المهني لصاحب العلاقة نعم خلينا نأخذ من حضرتك هيك أرقام عامة إذا بدنا نقول يعني الشباب والصبايا نطرين هذه المسابقة المركزية من زمان كتير فخلينا نحكي عن عدد الشواغر والاحتياجات العامة شو هي؟ وبرأيات ممكن تكفي أعداد المتقدمين أم لا؟ موضوع الأعداد ليس لدي المعلومة الأعداد بشكل دقيق لأنه موضوع الجهات العامة حددت الاحتياجات تمت دراسة الاحتياجات مع اللجنة مع اللجنة بشراف المركزية وبحضور دائما كان يحضر مدير التنمية ومعاون الوزير المختص نعم وتم أحيانا إعادت النظر ببعض الأعداد الأعداد لا أستطيع أن أعطيه بشكل دقيق إنما أتوقع تتجاوز السبعين ألف نحن نتمنى توفيق لك كل من دون تقدمه على المسابقة المركزية وأيضا نتمنى تحقق المسابقة المركزية هدفا يعني بهكي تجميع الوظائف المسابقة واحدة وأيضا تكون تجربة ناجحة تعاد سنويا وتلاف الأخطاء فيها وإذا كان فيها إيجابية تعزز شكرا لوجودك معنا كل الشكر إليك شكرا لك شكرا لك وكل الإجابة التي قدمتنا ياها شكرا لك